مشاهدين وللحديث عن الموضوع معنا من العاصمة السعودية رياض السيد سامي اليامي المستشار والكاتب والباحث في العلاقات الدولية سيد سالمة سأل خير أهلا وسهلا بك معنا إذن لم يمر سوى يوم وبدأت الاستخبارات في طرح معلوماتها بدأت تتسرب عن أن هناك مفاعل نووي وموقع تجارب نووي تأهدت كوريا الشمالية بإغلاق ما يزال يمكن استخدامها أيضا بالرجوع للوراء في نهج كوريا الشمالية بالتعامل مع جارتها الجنوبية وأيضا مع العالم هل تلمسون أي التزام منها في تحقيق الاتفاق الموقع والاتزام به؟ بسم الله الرحمن الرحيم وحييك يخت الكريم وحيي السيدات والسادة المشاهدين وأعرب عن سعادتي الانضمام إلى شاشة اليوم في الحقيقة يعني الاتفاق الكوري أو ما يسمى بالانفراج الدولي الذي شهدته حقيقة المسيرة الطويلة من العلاقات المتوترة والمتوترة جدا بين الكوريتين هو لا يزال حديث وحديث جدا حقيقة وحتى الاتفاقات والنقاط التي أعلن عنها في نهاية اللقاء هي لا تزال طازجة وطازجة جدا ولكن أنا في تقديري أن المجتمع الدولي اليوم هو يعول على جزئية الجانب بيونج يانج قالت حقيقة أنها لم تعد في حاجة إلى مزيد من التسليح لأنها تعتقد الآن أنها تعيش مرحلة كافية لأمنها واستقرارها وعدم الاعتداء عليها بمعنى لا تحتاج إلى المزيد ما أعتقد أن المجتمع الدولي حريص بشأنه اليوم هو أن تنتقل حقيقة هذه القوة وهذه التجارب وهذه الدعم أو الخبرة إلى أماكن أخرى في العالم وتحدث توترا هذا ربما ما يخشاه المجتمع الدولي اليوم وما يتشكك من المجتمع الدولي اليوم نقطة أخرى يعني نحن اليوم نعيش حالة انفراج وأنا أراها من هذه الزاوية هذا الحالة الانفراج وإذا سمحتي لي أن نفسر الانفراج كما هو في تعريفه النظري في العلوم السياسية بأنه يعني حالة تبعدنا من موضوع الحرب إلى موضوع أكثر أملا وأكثر سلما وفي مفهومه التاريخي هو نشأ منذ ستينيات القرن الماضي على أثر أزمة الصواريخ الكوبية وأيضا على الصراع الكوري في 1951 اليوم نحن حقيقة نتجه إلى المصطلح الآخر الذي نشأ عن الانفراج الدولي وهو الرغبة في التعايش بيونج يانج اليوم هي تقدم حقيقة يعني مسار إلى أو رغبة حقيقة وصادقة ومعلنة إلى التعايش بدلا من الصراع الذي دام لما يقرب من خمسة أو ستة عقود في تقديري هذه المرحلة ستكون في المرحلة القادمة في محل اختبار وهي محل اختبار صعب لأنه يتوقف عليها كثير من المسارات ولعل هناك إشارات في الرأي السياسي الأمريكي إلى الآن عندما أشارت الإدارة الأمريكية الحالية بأن التخلص من التبعية النووية لبيونج يانج أنه ربما يستقل وقتا طويلا ربما نفهمها من هذا السياق ولكن لا نتوقع ويجب أن نتوقع خلال يوم وليلة أن يسمح للجهات الدولية بالتفتيش وأن يكون هناك حضر كامل على استخدامها بشكل على الأقل في المحيط النووي للبلاد الكورية سيد سالم حالة الانفراج هذه التي تعيشها كوريا الشمالية الآن وجارتها اللي أسميتها حضرتك وشرحتها أنه تبعدنا من الحرب إلى السلم هل يمكن أن تتغير في حال لم تلتزم كوريا الشمالية ولو جزئيا ببنود الاتفاق النووي وما إنعكاسات عليها وعلى جارتها وعلى الدول العظمى على رأسها الولايات المتحدة هذا شيء أكيد ولكن أنا أعتقد أن ليست الجانب الكوريين اليوم هم الشريكين في عملية الأمن والسلم الدوليين أولا هناك الشركاء الإقليميين هناك الصين وهي شريك تقليدي لهذا الموضوع هناك شركاء أيضا تاريخيون للكوريتين اليابان أيضا ثم هناك الولايات المتحدة الأمريكية وهي كانت شريك تاريخي حقيقة للكوريا الجنوبية في المسيرة الماضية الشيء الأهم في نظري أنا اليوم في الحقيقة مع هذه الانفراجة هو الموقف الذي تقفه كل من الكوريتين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية نحن أمام دولتين الأولى حقيقة لديها قوة يعني عسكرية واهتمام بالقوة العسكرية الثقيلة ودولة أخرى لديها نمو اقتصادي ولديها حداثة في الانتاج ولديها آليات انتاج جديدة يعني ربما هناك رغبة في الانتقال الشيء الآخر والذي لمسنا والذي ربما يخفف من هذه الشكوك هو رغبة في الاندماج بين الكوريتين يعني بالجانب الاقتصادي المتقدم وبالجانب العسكري أيضا الذي هو في مرحلة جيدة واستمعنا حقيقة أنه سيكون هناك بداية بما يسمى دبلوماسية الرياضة ربما تتبعها دبلوماسية الثقافة ودبلوماسيات أخرى في المستقبل وأنا في الحقيقة من المتفائلين بهذه الخطوات على الرغم من بطيها هل هو أكثر تفاؤل أم ترقب أستاذ سالم؟ لأنه قبل فترة كانت كوريا الشمالية تهدد وتوعد بضرب صواريخ النووية والآن لمسنا الانفراجة هل تجد أنها مؤقتة أم ماذا؟ أنا في تقديري أن الترقب يظل سيد الموقف ويجب أن يكون هو الخلفية التي تحكم أعمالنا في المجتمع الدولي ولكن نحن كسياسيون يجب أن لا نبشر بأكثر مما يحتمله الأوضاع ومع ذلك يبقى هناك فسحة من التفاؤل هناك فسحة من البحث عن مستقبل للبشرية أفضل تحث عليه حقيقة يعني عضوية هذه البلدان كوريا الجنوبية كوريا الشمالية في الأمم المتحدة الدول حقيقة المساعدة على الاتفاق عبر الأمم المتحدة كلها في الحقيقة تنظوي تحت الأمم المتحدة تحت حب الأمن والسلام وأعلان ذلك اليوم نريد أن نرى هذا يطبق على أرض الواقع والأمم المتحدة كانت لها جولات كبيرة حقيقة في محاولة المصالحات ومحاولة المقاربة بين الكوريتين أو حتى يعني بين الأطراف الفاعلة الأخرى ومنها الولايات المتحدة وأعضاء خروم في المجتمع الدولي سيد سالم بحسب تقرير أصدرت مؤسسة AHS ماركت أشارت أن القمة بين الزعيمين الكوريين الشمالي والجنوب يوم الجمعة بالرغم من مؤشرها الإيجابي لكنها تبقى رمزية ولا تكشف نوايا البلدين الحقيقية ما تعليقكم على ذلك؟ يعني النوايا لا أحد يعلمها ولكن النوايا يمكن أن نكتشفها في حقل السياسة به والعلاقات الدولية بالخطوات التنفيذية يعني الاتفاق كما قلنا في البداية لا يزال طازجا وسنرى ما يمكن الاتفاق عليه ولكن القراءة حقيقة الفاحصة لكثير من النقاط التي وردت في الاتفاق في رأيي تقودنا إلى نوايا ربما لا تكون سيئة أو يكون يعني الجانب الغامض فيها ليس بذلك المخيف يعني هناك حديث عن التعايش هناك حديث عن السلام هناك حديث عن الوحدة وربما لا يعرف الكثيرون أن هناك رجلين مسؤوليين في كل من الكوريتين كل منهما يسمى بوزير أو مسؤول عن ملف الوحدة هناك طموح حقيقة على الأرض يجب أن لا يجعلنا نفكر بحرص أكثر أو بحرص أكبر مدام هناك نوايا أو خطوات جيدة حتى وإن كانت صغيرة على الأرض شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة حدثنا من العاصمة السعودية رياض السيد سالم اليامي المستشار والكاتب والباحث في العلاقات الدولية